موسيقى موسيقى نحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد أمس الأخوان المسلمين الأتراك أعلنوا الحرب بشكل مباشر على ليبيا على مرأة ومسمع من الأجسام السياسية الليبية اللي مفيش منها أي فائدة الأغلبية العظمى الأغلبية العظمى في البرلمان التركي زي ما هو معروف هي أغلبية حزب العدالة والتنمية الأخواني الأخوان المسلمين صادقوا بالأغلبية لغزو ليبيا لغزو بلادنا بهذا الوضوح وسط صمت الأجسام السياسية صامتين صمت القبور الأجسام السياسية الهزيلة الفاسدة اللي مفيش منها أي فائدة ترجع للآن ولا في المستقبل ولا في الحاضر مجلس الدولة المجلس الرئاسي النواب المشقين اللي موجودين في أحضان المجموعات المسلحة وليدينا الروحهم يبديروا ديمقراطية موقفهم طبعا واضح مش محتاجة لتأويل ولا تفسير ولا عبقرية من البداية موقفهم واضح وعندهم رغبة أن يتم تسجيل أسماءهم في قائمة الشخصيات اللي ساعدت في احتلال دولها وشعوبها واستقدام الخراب والدمار تحت شعارات براقة الديمقراطية والمشاركة السياسية إلى آخره وكانوا طبعا أول المنقلبين على الديمقراطية مش هذا هو موضوعنا لكن النكتة الآن في الأجسام السياسية الأجسام السياسية الفاسدة اللي موجودة في الشرق الحكومة المؤقتة والبرلمان شين قالوا مجلس النواب أمس الكونجرس متاع عقيلة صالح شوف نحن وين والعالم وين وجماعة عقيلة صالح وين قالوا حنعلن جلسة طارئة يوم السبت يعني غدا بكرة الكلام هذا طبعا قالوه الخميس أمس بعد جلسة الأخوان المسلمين اللي قرروا فيها غزو ليبيا بعدها بساعتين قالوا حنديروا الاجتماع يوم السبت وبرلمان الأتراك قدم موعد الجلسة بتاعتها يومين وقاعد يسابق في الزمن لإنقاذ المجموعات المسلحة ومشروع الأخوان المسلمين في ليبيا ومشروع الإسلاميين ومجلس النواب الموقر يقول لك نحن السبت عيش وراها حاني اجتمعوا حي اجتمعوا السبت باه يا سيدي والله باه لك ما زال بدري ليش يا سيدي تأجلوها خلوها أخرى كم يوم أخرى بعيد خلوها أسبوع أخرى شوراك ليش السبت تريحوا الأسبوع هذا بالكامل مجلس النواب يرتاحوا خصوصا أنهم منهميكين في عملهم الديمقراطي على بال ما يصلوا عساكر السلطان العثماني اللي قاعد يبلقج على ليبيا وديروا عد الجلسة بالمرة جلسة يوم السبت يعني قمة الاستهتار معقولة جلسة سبت هذا كان حضره أصلا مش حيحضره أنا الراهن الآن ويوم السبت يوم السبت بيننا إذا صار من الجلسة وإذا حضروا أصلا وبعدين عادي يطلعوا لك ناس أخر يقول لك والله أنت متحامل على البرلمان وتنتقد فيه 24 ساعة ما هو ما عرفنا شن وظيفته البرلمان والله من يعرف شن هي وظيفة البرلمان جاعدوا خلاص ناس جاعدين وخلاص والحكومة المؤقتة حكومة الأستاذ عبدالله الثني أش وظيفتها شطرين مغار يكتبوا معالي الوزير فخامة الوزير دولة الرئيس منش عارف من والأتراك والإخوان المسلمين يشتغلوا عليكم ليل نهر وحكومة فاسدة أيضا ياريتم غير فاشلة سياسية يعني بصراحة نحب نقول لهم حريق وضيق عليكم كل الرواتب والمرتبات والمزايا والملايين اللي في المحكات ميل جوش فيك من الناس في المحكات ملكمش وجود هو أصلا الليبيات والليبيين إذا تب الحقيقة والله ما هم عبيين لا على الحكومة المؤقتة ولا على البرلمان الليبيين عندهم معي تاريخي كافي يجعلهم يضعوا حد لتطاول ولبلطجت زعيم الأخوان المسلمين في المنطقة رئيس تنظيم جماعة الإخوان المسلمين العالمية أردوغان قاعدين نتوى طبعا عاد خشين في 2020 2020 قاعدين ننتقلوا راهو من أهم وأخطر وأعقد عقد في الخمسين سنة اللي فاتت أخطر عشر سنوات مرت قاعدين منتقلين إلى عقد جديد تحكي من 2010 إلى 2020 أخطر عشر سنوات دارا تغيير هائل في المنطقة بل هو أكبر تغيير من نوعه خلال مئة سنة اللي فاتت من غير أي مبالغة يعني انتقاله لسنة جديدة وانتقاله إلى عقد جديد العشر سنوات اللي فاتت صار فيه انتغيير هائل في المنطقة خصوصا في دول ما سمي بعدين بالربيع العربي ظاهرة الربيع العربي اللي مزالت تحت الدراسة وتحت التصنيف وأحد يسمي فيها انتفاضات وأحد يقول فيها ثورات إلى آخره بديت سنة 2020 وخلونا هنا خلونا عاد في ليبيا في 2020 خلق من الظرف الدولي الإقليمي المعقد اللي فيه مشاكل واجدة والعالم قاعد يعيش بفوضى استراتيجية كبرى في ليبيا بديت بتحشيد الإسلام السياسي 2020 بديت بتحشيد الإسلام السياسي والإسلاميين وتحديداً الإخوان المسلمين في ليبيا وفي تركيا العدالة والتنمية برلمان العدالة والتنمية متاع الإخوان المسلمين يعلم فيها بكل وضوح وببساطة تجهيزها لغزو ليبيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع الميليشيات والمجمعات المسلحة ومشروع الإسلاميين في ليبيا الإسلاميين اللي طلعتهم من الانتخابات متاع 2014 إلى الخارج بره ألقت بيهم خارج اللعبة الصناديق إرادة الشعب الليبي خارج لعبة متاعة السياسة ومتاع الحكم ولكن زي عاد ما عارفين نحن عارفين القصة كلها وعشناها كلنا تمترسوا الإسلاميين ورسلاح والكلاشنكوف والبنادق وقعدوا أمر واقع وتحولوا إلى مجلس دولة ورفضوا الديمقراطية وخيارات الشعب الليبي في 2014 ودروا فجر ليبيا وسكرت رابلس وهجرت الميليشيات البرلمان إلى مدينة دبرد والآن أنتم طبعاً تتابعوا في تجهيزات عثمانية تركية لدعم ومناصرة المجموعات المسلحة ومجالس الشورى ومهربي البشر والوقود وأنصار الشريعة وزياد بلعم وصلاح بادي والبيتجة والدنيا هذه كلها اللي موجودة عند الصراج وبقية علماء الدولة المدنية لكن يبدأ عاد السؤال عشان نحن ردنا نرتبوا الحكاية من جديد من هو مهندس التحرك التركي اللي مشاب الطموح التركي مشابيه لأعلمين يمكنوا قالهم الكلام اللي كانوا ينتظروا فيه الأتراك من مسؤول ليبي عنده من صحة الوجه ما يجعله يطلب احتلال عثماني ديني على نمط الخلافة العثمانية عشان يواجه جيش بلده من هي الشخصية اللي لعبت الدور الرئيسي والفعال في إقناع الأخوان المسلمين العثمانيين في تركيا بالمغامرة في ليبيا ودعم مشروع الإسلام السياسي الجواب الأستاذ الفاضل اللي موجود تشوفوا فيه الآن خالد المشري الإسلامي الأصولي الكبير خالد المشري أحد أفراد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين العالمية واللي أعلن استقالته الشكلية من الإخوان المسلمين عشان يقدر يخش ويزور الولايات المتحدة الأمريكية طبعا زي ما يعرف الجميع ما فيش حاجة اسمها استقالة من جماعة إسلامية عقدية إيديولوجية فيه مراجعة أفكار فيه تغيير إيديولوجي لكن عاد استقالة عاد هذا كلام فاضي مهندس التدخل العسكري التركي إلى ليبيا خالد المشري ما تعرفش الآن في أي صفحة سودة من صفحات التاريخ السياسي الليبي حيتم ذكر اسم خالد عمار المشري اللي أقنع وساعد الأتراك في غزو بلدة عشان يستمر مشروع الإرهاب والجهاديين والميليشيات للأبد تقعد المجموعات المسلحة هذه للأبد أكبر مناصر الإرهابيين في ليبيا وبالمناسبة قبل أربعة أبريل خطاب خالد المشري الخطاب الأصولي الإسلامي المعروف من أول ما أعلن الجيش الوطني حرب على الإرهاب في بنغازي والقصة مش عجبتة خالد المشري أساسا يشوف فيهم ثوار مجالس الشورى والإرهابيين وأنصار الشريعة في بنغازي وفي فترة حرب الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية على التنظيمات الجهادية الإسلامية في درنا مجلس الشورى مجاهدي درنا وضواحيها اللي مرتبط بتنظيم القاعدة واللي جزء الأكبر من قوام أنصار الشريعة المصنف أمريكياً ودولياً أنه تنظيم إرهابي كان خالد المشري يدعم فيها وكان يقول فيها بصراحة حتى في المناسبة الدولية كان يدعو في المجتمع الدولي لإنقاذ مدينة درنا من حفتر هيك يقول طبعاً هو يقصد إنقاذ الإرهابيين ومجلس الشورى المجاهدين من مصير محتوم مصير الإرهابيين المعروف في العالم كله من البداية قبل أربعة أبريل خالد المشري خطاب الجهادي الأصولي الإسلامي الأخواني معروف ضد الحرب على الإرهاب ضدها تماماً لأنه هو ما شوف فيه إرهاب اليوم أعتقد أن الأمور أوضح من أي وقت فات اليوم الإسلام السياسي كشف على وجه مرعب ومختلف مختلف حتى عن دوره في سوريا حتى مشاركة أردوغان والأخوان المسلمين العثمانيين في سوريا مختلفة تماماً عن مشاركتهم في ليبيا والمشاركة القادمة والواسعة في ليبيا في ليبيا عندك جيش عثماني وبرلمان العدالة والتنمية يقود في حرب واضحة ومباشرة مناصرة لأتباع الإسلام السياسي والإسلاميين المعطيات والظروف مختلفة عن سوريا الأساس في الحرب هذه باستثناء جزء العقدي والإديولوجي الديني هذا وأوهام التاريخ اللي تحرك في أردوغان وهم الأمة الدينية والخلافة العثمانية واستعادة الخلافة العثمانية الجزء الأهم هي مسألة الحفاظ على المصالح التركية القومية يقولوا فيها بوضوح من غير ما يرف لأي سياسي ليبي جفن نتراك يقولوا هذه من أجل مصالحنا القومية يطلع أردوغان ويقول ليبيا إرث عثماني وكل السياسيين الليبيين قاعدين يتفرجوا بكل صحة وجه وياخذوا في رواتب 16 ألف و 15 ألف خصوصا جماعة الوفاق والمهندس مصطفى فايز السراج أو فايز مصطفى السراج والله مرات ما تصدقش تقول معقولة في ليبيين يبيعوا في ليبيا بفلوس ليبيا يبيعوا في ليبيا بفلوس ليبيا لأتراك عثمانيين يبيعوا فيها لمحتال قديم لأتراك حيجوه لليبيا بفلوس ليبيا محتال قديم كان يخلي في أجدادنا يدفعوا في أتوات وكان يقرر ويفصل في المنطقة زي ما يبي لعند 1923 لما نهارت الخلافة الداعشية العثمانية لكن ما هو مفاجئ المفاجئ لأتراك ولا العثمانيين ولا أردوغان ولا حزب العدالة والتنمية الإخواني التركي اللي يشن في حملة عسكرية على ليبيا من قبل والآن وفي المستقبل المفاجئ هو التبريرات اللي حتشوفون بعد شوي من أقطاب تحالف الوفاق الأقطاب السياسية اللي تقود في تحالف الوفاق المتنافسين في تحالف الوفاق والسياسيين اللي براليين اللي دائما يعولوا عند المشري اللي يشتغل بدوره عوال بدوام كامل عند أسيادة العثمانيين خلينا يا سيدي نبدو بخالد المشري مهندس التدخل العسكري التركي واللي كان يشتغل مع معمر القذافي قبل فبراير بالمناسبة بالمناسبة كل الشخصيات الفاسدة سياسيا وماليا وأخلاقيا واللي أقنعت تركيا بالمغامرة في ليبيا كلهم كانوا يشتغلوا مع القذافي في وظائف ممتازة في جماهرية القذافي على رأسهم المشري اللي كان مدير مكتب العساوي وزير اقتصاد الوفاق في وزارة المالية أيام القذافي أيش مغرد الإسلامي الأصولي الكبير خالد المشري اللي باع بلاده للعثمانيين طبعا هو بطبيعة الحال راهو ما اعتبرش في نفسه باع ليبيا خالد المشري إطلاقا مشوفش الأمور بهذه الزاوية لأن القصة عنده قصة عقدية بامتياز خلق منهم لا يعرفوا ليبيا ولا يعرفوا جغرافية سياسية الأخوان المسلمين لا يؤمنوا لا بفكرة الدولة المستقلة القطرية ولا بفكرة الدولة المستقلة بحدودها الجغرافية السياسية ولا يؤمنوا بأي شكل من أشكال الدولة الحديثة ما عندهمش إطلاقا إيمان بفكرة الأمة السياسية الأمة المعرفة بترابها السياسي ما يؤمنش بها لكن مؤمنين بفكرة الأمة الدينية ووهم الخلافة الدينية وأساسا لا يمكن أنك أنت تفصل بين تنظيم الأخوان المسلمين وبين مسئلة الخلافة العثمانية خالد المشري يعتبر في تركيا زي ليبيا زي مصر زي الصمال الهوية هوية جهادية إسلامية متطرفة وهذا طبعا ينطبق على الصادق الغرياني وعلى بقية الإسلاميين لكبار الأصليين موجودين في ليبيا لكن دوتك مش في المشري دوتك في الليبراليين اللي يشتغلوا عوالة عند الإسلاميين دوتك في المثقفين الليبيين المدافعين على المشروع الميليشيات والمجموعات المسلحة النخب بين جوسين خالد المشري شوف هذا النموذج الإسلامي الصحيح الوجه اللي اسمه خالد المشري رئيس مجلس الدولة غير الدستوري شون يقول نرجعه مجديد لتغريد ترعب قرية وكيف يبرر في غزو بلده شوف الأستاذ وشوف العبقرية خالد المشري يقول البعض أن من حق الحكومة الشرعية في ليبيا طبعا قديش تضحك كلمة الحكومة الشرعية هذه تمر عليها ألف مرة في كل بيان يقصد حكومة الاعتمادات والفساد حكومة الوفق اللي كملت أربع سنوات صرف وإهدار وضخ للأموال والملايين ومليلات على الميليشيات أكثر حكومة فاسدة في التاريخ السياسي الليبي الحديث والوسيط والقديم والقادم حكومة الوفق حكومة شنيعة في الفساد فساد مالي ملايين ومليارات يمشن في زوج باطل يكمل خالد المشري يقول البعض أن من حق الحكومة الشرعية في ليبيا الاستعانة بتركيا ضد العدوان الخارجي طبعا العدوان الخارجي هي مقصود بها عمليات الجيش الوطني في المنطقة الغربية لنزع سلاح المجموعات المسلحة شين يقول خالد المشري الذي له من اسمه كل النصيب فعلا للصدق اللي قال لك اسمك نصك خالد المشري يكمل ويقول أقول إن هذا ليس حقها وإنما من واجبها اتخاذ كل الإجراءات الكثيرة بحماية شعبها شوف شوف الوطنية اللي مقطع بعضها بحماية شعبها حكومة الوفاق تحمي شعبها هو شعبها وين بس اللي نعرفوه أنه أن نفوذ الحكومة الشرعية زي ما يسمي فيها هذا المشري في قاعدة بو ستة فقط حتى في طرابلس ما عندها نفوذ الشرق والجنوب وجزء من مناطق ومدن المنطقة الغربية يقع تحت السيادة الليبية وتؤمن فيه المؤسسات الوطنية الليبية المؤسسة العسكرية والشرطة والأجهزة الأمنية أي شعب يحكي عليه المشري إلا إذا كان يقصد الميليشيات أو المجموعات المسلحة يعتبر فيهم هما الشعب الليبي الليبيين من تخبش للمجلس الرئاسي ولا حكومة الوفاق ولا المشري عشان يقيد رئيس مجلس الدولة ما هم مش منتخبين ليش يتكلموا كأنهم جبتهم الديمقراطية ناس لا تحشب ولا تخاف ولا تحس والله إذا جبتكم الديمقراطية نقوله والله حكومة وشعب ولكن بكل صحة وجه خالد المشري يحكي باسم الشعب الليبي ويقرر عن حكومة الوفاق تحمي شعبها تقريبا الآن خالد المشري الإسلامي الأصولي الكبير واصل لمرحلة غير مسبوقة من تصديق الوهم يعتقد أن السياسة طبعا السياسة الليبي يعتقد أن السياسة معناها أنك تكون كذاب أشر كذاب وملاطع يعني قاعد يكذب من غير حشم أي حكومة أو أي شعب شن شاف الشعب الليبي من هذه الحكومة الفاسدة اللي اسمها حكومة الوفاق حكومة النهب المنظم للدولة الليبية حكومة تمارس في عملية سطو مسلحة الدولة الليبية من أكثر من أربع سنوات وبمساعدة الميليشيات ومساعدة الجسم السياسي الفاسد اللي اسمه مجلس الدولة اللي هو مؤتمر وطني سابقا النسخة المعدلة من المؤتمر الوطني السابق هو كويس مرة تقول والله إن التغريدة المشري اللي تبرر في غزو عثماني حتبقى محفوظة للأبد في أرشيف مواقف الفاسدين كل ما تشوف مواقف زي ضم خالد المشري ما خالد المشري ومجموعة الأقزامة ذي يخطر عليك أحمد الجلبي يخط مباشرة أول ما تشوف خالد المشري تتذكر أحمد الجلبي اللي أقنع جورج دابلي بوش بغزو العراق عشان حضرته يمارس سلطة وسياسة ويحكم هذا هو الطموح يبقى يشتغلوا سياسة بأي طريقة مش سياسة طبعا بالمعنى الحقيقي فقط المشري عنده طموح أن الليبيين يجدوا يسمعوا في اسمه وأن له دور في حياة الليبيين ويقرر ويفصل لكن أنا نقول للمشري أنت وغيرك راكم أسماء عابرة حينسوكم الليبيين قريبا زي ما نسيوا ويسام بن حميد ويزهاو ويمتاع أنصار الشريعة حينسوكم الناس مش حتكونوا موجودين إلا في الصفحات التاريخ السوداء لما الناس تذكر المصائب والكوارث عطينا شخصية أخرى يا سيدي في عندي شخصية أخرى ساهمت في تحقيق جزء من الأحلام الأردوغانية شخصية ثانية فتح بشاغة شوف بس كيف قاعدين ديرين حملة منظمة ويبرروا في غزو بلدهم كيف يبرر فتح بشاغة وزير داخلية الوفاق المفوض اللي يحظى باحترام كبير وتقدير هائل في عالم الميليشيات الليبية شوف فتح بشاغة وشين يقول العبقري فتح بشاغة مهندس فجر ليبيا حكومة الوفاق أبرمت اتفاقات رسمية ومعلنة لحماية الشرعية من عدوان مسلح غير شرعي شوف شوف الحكم هو طبعا نحن بلا شك متفقين مع بشاغة أن الوفاق أبرمت اتفاقات رسمية ومعلنة فعلا مع الأتراك اتفاقات رسمية ومعلنة لجلب عساكر أتراك تاريخهم في المنطقة كل تاريخ ذبح ونهب للشعوب متفقين معها أن أي اتفاقات رسمية ومعلنة الغريب أن الفئة الوحيدة المعجبة بالهمجية العثمانية التاريخية هم الإسلاميين والأخوان المسلمين والسياسيين اللي بيقضوا في السلطة للأبد العالم كل مجمع على أن الخلافة العثمانية خلافة إجرامية همجية قائمة على السبي ونهب الشعوب وتشريدها خلافة داعشية بامتياز بجدارة بعدين قصة الشرعية استوانت الشرعية هذه خلالها اليومين اللي يتكلم عليها مهندس فجر ليبيا اللي خرب الاستقرار وانقلب على الشرعية متعة الشعب الليبي والديمقراطية الشرعية الشرعية والله من يقدر نفهمها الشرعية تحتاج لقدرات استثنائية عشان تعرف الشرعية ليحقوا عليها شين هي بالظبط في شرعية وين الشرعية في شرعية في ليبيا مؤمن بها أربع أشخاص فقط الغرياني والبشري وبشاغة قائد المجموعات المسلحة والسراج اللي الآن قاعد لابد هو مستشارة اللي قاعدين في أمريكا قاعد في أمريكا مستشارة الوحيدين اللي ما علقوش لا من قريب ولا من بعيد قاعدين لابدين ما علقوش على إعلان حزب العدالة والتنمية الإخواني إعلانهم الحرب على ليبيا السراجة ومستشارة اللي حطها سفير في نيويورك هذا يسموا فيه الرجد في الغبرة قاعدين لابدين وسكتين وكرسين في الظل مش عارف كيف يتعاملوا مع مسألة المستقبل لو إنه هو يهمهم المستقبل كيف حيدير السراج بعدين أو بشاغة والمشري وحيضعهم التاريخ مع الأسماء اللي ساعدت على استجلاب احتلال أجنبي بشكل رسمي لبلدها دفاعا عن الشرعية طبعا في ملاحظة مهمة أنه راح ضمنهم عاش بدو يحقوا عن الدولة المدنية كلهم كل الإسلاميين احذفوا الآن كلمة الدولة المدنية من قاموس الخطاب المليشيوي لأنهم مش مؤمنين بيها أصلا ومعاش عندهم بيها شغل الدولة المدنية أو شعار الدولة المدنية كان شعار موجه لاستعطاف العالم الغربي والمجتمع الصحفي الغربي تحديدا كانوا يستخدموا في كلمة الدولة المدنية تونسوها معاش حد يحكي فيها يستخدموا فيها قبل ما يتأكدوا الأخوان المسلمين أن الأخوان المسلمين الثانين في تركيا أخوانهم في الدين والعقيدة حيمشوا بعيد ويفكروا في مغامرة عثمانية في ليبيا ما كانوش متأكدين وما كانوش معولين واجد على تركيا فكانوا عادي يستخدموا في خطاب الضحية والدولة المدنية لأن تغيرت الأمور شبوا فيها الدولة المدنية الله لا تردها أهو الحلف العالمي للأخوان المسلمين اجتماعها إلى ليبيا ما عاش عندهم بها شغل الدولة المدنية ولا حتى تسمعها تحول الحديث الآن ليش للشرعية وما أدراك ما الشرعية الشرعية اللي نحن نعرفوها الشرعية الحقية اللي موجودة في كل التجارب الإنسانية التاريخية تنقسم لجزئين أو فيها شكلين شرعية صناديق من الانتخابات بين قوسين اللي هي الديمقراطية اللي خربها فتح بشاغة في 2014 لما هندس فجر ليبيا وخربها المشري هذه شرعية الديمقراطية كيف تكون الأجسام شرعية الأجسام السياسية كيف تكون شرعية لما تكون منتخبة ببساطة من قبل الشعب مباشرة صاحب السيادة على أرضها هذه اسمها شرعية ديمقراطية مباشرة في شيء ثاني اسمها المشروعية المشروعية هذه تمنحها المجتمعات والشعوب للأجسام السياسية أو الحكومات أو الجهات التنفيذية حتى وإن كانت الأجسام هذه غير منتخبة ولكن كيف تاخذ المشروعية تاخذها بسبب المنجز على الأرض لما في جسم سياسي أو حكومة ما تنجز على الأرض والناس تبدأ تشعر أن الحكومة هذه حلت مشاكلهم وقعدة وقفة معهم ومسؤوليها ووزراءها يدفعوا من جيوبهم هذا كل الوقت تعطيها المشروعية وتعطيها الشرعية على سبيل المثال ليش الليبيين والليبيات عطوا الجيش الوطني الشرعية أو المشروعية في بنغازي وفي الجنوب في درنا لأن المؤسسة العسكرية إضافة لكونها مؤسسة ليبية وطنية بنيت بسواعد ليبية في 2014 حاربت الإرهاب حاربت القتل اللي قطعوا في الروس وليكون شوي أخر حي يجعل الشرق بالكامل إمارة إسلامية جهادية إرهابية متطرفة عشان هيك يخذوا مشروعية لأن الجيش جاي لبناء مؤسسة الدولة القضائية والأمنية والمدنية لأنه في مشروع وبالمناسبة ننتقد فيه المشروع ننتقد فيه وعندنا القدرة على انتقاد أنفسنا وعندنا القدرة على انتقاد المشروع اللي ندعمه فيه اللي اسم المؤسسة العسكرية والجيش الوطني ولما يغلط نقوله غلط لكن باللهي عليك الآن ونضحكوش على بعضنا أي شرعية وأي مشروعية لحكومة الوفاق الفاسدة سياسيا وماليا ولها أربع سنوات ما خلتش ما خلتش مليار ولا مليون وما حلتش ولا مشكلة من مشاكل الليبيين بل عززت ورسخت وجود الميليشيات والأخطر عززت الذهنية الميليشيوية ذهنية الغنيمة لما قدرت توزع في الاعتمادات فتح سباق للاعتمادات فايز السراج قبل أربع أبريل إذن وجود الجيش نتيجة طبيعية شرعية يا عيني على الشرعية اللي تكلم عليها فتح بشاغة والنشر شخصيات عظيمة قاعدين ديرين حملة كبيرة على منصات التواصل للجتماع ويكتبوا يحاول يفهموا الليبيين أن الأمور ممتازة جايين الأتراك عادي نزهة سياحة شخصية ثانية شخصية من عمق التاريخ الإرهابيجية شخصية من أيام المجلس الوطني الانتقالي هذا طبعا ضمن الشخصيات اللي خدعوا المستشار مصطفى عبد جليل وعطوا عهد بتسليم السلاح وسلاح الميليشيات وقلوا يا حاج مصطفى من غير أطلع وقلوا هالكلمة في الخطاب ونحن عندنا عهد نسلمو لك كل سلاح بعدين انقلبوا عليه مباشرة بعد قصة خطاب التحرير أو ما عرفه لاحقا بخطاب التحرير السجزلي شن يقول وهو عندي تغريدت هنا الأستاذ السجزلي دعم الميليشيات الجهادية وغير الجهادية السجزلي شوف شوف الحكم أمام حكومة الوفاق وشريكتها تركيا مشوار طويل مشوار طويل يبدأ بصد العدوان يعني في مشروع كبير يبدأ بصد العدوان مرورا بإعادة بناء الجيش والأمن مش عارف شنو وصولا إلى إطلاق برامج الإعمار والتنمية وتقديم فرص للشباب طبعا ما نش عارف هو اللي قدامه مشوار طويل فعلا هو المؤرخ الليبي المؤرخ الليبي هو اللي قدامه مشوار طويل اللي قادة عنده الآن قائمة طويلة عريضة من الانتهازيين وعوالة الأتراك العثمانيين شين حيتركوا لي أبنائهم ما فيش شيء إلا العنوين العريضة السوداء شوف الشعرات وشوف نفس الكذب اللي كذبت النخب اللي بيه في الألفين وحداش تنمية ما تنمية والشباب وبيع الواهم والمتجرة بالواهم والإيمان بالواهم وتصديق الواهم ومعاقبة اللي ما يبشي يصدق الواهم هذه النخب اللي قادة الآن تتكلم باسم الليبيين ما نخرى عندنا في شخصية أخرى عبقرية ما قلناكها هي حملة ممنهجة ومنظمة الآن لتبرير استدعاء عساكر أتراك وعثمانيين لليبيا والمنطقة اللي ذكرتها سيئة ذكرتها مرعبة بالخلافة العثمانية اللي أخرت البلد وأخرت المنطقة 400 سنة واحد من الجهابي ذا السياسيين عبد الرحمن السويحلي الدكتور عبد الرحمن السويحلي القائد الأممي طبعا كلهم نسخ غاني الجذافي اللي تشوف فيهم الآن اللي فاز في الانتخابات متاع 2014 عارفين بكم فاز صوت اللي دير روح يتكلم باسم ليبيا فايز ب2500 صوت لما خاش انتخابات مجلس النواط طبعا ما ملش من السياسة جعدت المؤتمر الوطني ولما جات انتخابات لـ 2014 شارك فيها وفاز ب2500 صوت والله الناس يضم معاش يتحشموا تخيل فايز ب2500 صوت ويحكي باسم 7 مليون وهو فايز ب2000 صوت جعد عضو برلمان مقاطع في 2014 بعدين شنديرو رجع لصفة الأولى كعضو مؤتمر وطني سابق من خلال الاتفاق السياسي اتفاق الصخيرات جعد عضو مجلس دولة وعضو نواب مقاطع يعني تحكي على سياسي ثنائي وثلاثي المفعول وسياسي فاشل من الطراز الأول الرفيع عبد الرحمن السويحلي ايش يقول العبقر يا عبد الرحمن السويحلي انت شفته شفته التغريدة نرجع ناخذوه من جديد نشوفه النابغة السويحلي شن يقول طبعا يستحضر في التاريخ طبعا يقول يحسب لتركيا دعمها لحق الشعب الليبي طبعا كلهم يتكلموا باسم الشعب الليبي اللي فيزين ب2000 صوت حق الشعب الليبي طبعا للتذكير راه واصل ب2000 صوت المهم دعمها لحق الشعب الليبي وحكومتها الشرعية بقدرة قادر أصبح استرار الشرع الآن ما علينا قل باهي كما ساندت أجدادنا المجاهدين ضد الطليان التاريخ التاريخ والرواية التاريخية بالله لو كان يخلوها السياسيين الليبيين في حالها أفضل لأنها مش في صلحهم ولا في صلح عبد الرحمن سوح لي انه يتكلم عن التاريخ لأن التاريخ يا ما عندما يقول يا ما عندما يقول التاريخ ما فيش داعي يحكو على التاريخ بصة ما نبوش نحكو فيها الآن وما عندناش الهوى جد ولكن ربما حيجي يوم ونتكلموا فيه التاريخ التاريخ اللي قاعد يدافع عن نفسها والحقيقة التاريخية اللي تدافع عن نفسها دائما ولو بعد 100 سنة ولو بعد 200 سنة ولو بعد 1000 سنة إذن الأخوان المسلمين ديرين حرب الآن دبلوماسية سياسية عسكرية تحالف عالم الأخوان المسلمين لأن اللي أعلن الحرب على ليبيا في البرلمان التركي أغلبية حزب العدالة والتنمية الأخواني خطورة الأخوان المسلمين والله لو تجي تشوف الآن لو في أخطر خمس تنظيمات إرهابية طلعت في التاريخ الإسلام السياسي كلها من 1400 سنة إلى الآن حتجد تنظيم الأخوان المسلمين هو أخطرهم ليش أخطر ليش قاعدين نقول للأخوان المسلمين أخطر تنظيمات الإسلامية وأخطر الجماعات الإسلامية في أسباب موضوعية لأول مرة في تاريخ الجماعات الإسلامية أبدأ من 1000 سنة إلى هذه اللحظة لأول مرة توجد جماعة إسلامية منظمة تتواجد في هذا العدد الهائل من الدول طبعا هم يقولوا نحن موجودين في 70 دولة الأخوان المسلمين يشتدي يقول لهم ما قاعدين في الدول الإسلامية 55 دولة على أقل تقدير هذه أول مرة تصير جماعة إسلامية منظمة تتواجد في هذا العدد من الدول ما صرش أيضا في التاريخ الإسلامي كله إن جماعة إسلامية انتشرت وتواجدت في كل هذا العدد وتشتغل هذه نقطة خلونا نحن نوقف عليها وحن نرجع لها من جديد عشان نعرف ليش تنظيم الإخوان المسلمين أخطر تنظيم في التاريخ الإسلامي نقطة أخرى لم يحدث في التاريخ الإسلامي إن في جماعة إسلامية تغلغلت في أوروبا وأمريكا زي ما تغلغلوا الأخوان المسلمين هذه أول مرة تصير بالنسبة لتاريخ الجماعات الإسلامية استباحة أوروبا وأمريكا بالشكل هذا من الأخوان المسلمين ما فيش جماعة إسلامية في الألف سنة اللي فاتت جدرت أنها تتغلغل في أوروبا وأمريكا زي ما داروا الأخوان المسلمين هذه نقطة ثانية إذن عندنا عدد الانتشار في الدول وعندنا التغلغل في أوروبا وأمريكا هذه ما صرتش في تاريخ الجماعات المتطرفة أيضا في كل تاريخ الجماعات الجهادية المتطرفة أن خرجها العدد الهائي من التنظيمات الإرهابية من عباء التنظيم وجماعة واحدة الجماعة كلها طبعا هي حركات انشطرية الجماعات الجهادية المتطرفة كل مرة جيك جماعة متطرفة أكثر من لي قبلها ولكن البفارقة أو التفرد اللي عند جماعة الإخوان المسلمين إن جماعة وحدة وانطلق منها العدد الهائل هذا كله من الجماعات المتطرفة والشيء الآخر والنقطة الثلاثة اللي تخلي في جماعة الإخوان المسلمين أخطر تنظيم إسلامي لم يحدث أن جماعة منظمة إسلامية أو جماعة إسلامية عصارة وأسليب الخداع والكذب والتخفي والتقية وإنشاء الشبكات شبكات عندهم تربوية وشبكات إعلامية وشبكات خيرية وشبكات إغاثية واخترقوا منظمة التعليم ومنظمة التربية داروا كل شيء لأخوان المسلمين زي الاخطبوط اللي ينتشر في كل مكان قاعدين في سبعين دولة الجماعة الوحيدة اللي تختفي تحت عنوين واجدة جماعة الإخوان المسلمين منظمات حقوقية منظمات خيرية منظمات إصلاحية منظمات تربوية منظمات تعليمية منظمات إعلامية سمي ما تب بي كمية من التخفي عجيبة وغريبة الأخوان المسلمين اللي قاعدين الآن يشتغلوا على ليبيا وجابين تدخل عسكري عن طريق مهندس الأخوان المسلمين قال ابن مشري في الدول الإسلامية كلها الجماعة الإسلامية الوحيدة اللي يحضروا فيها ويرجعوا فيها يحضروها ويرجعوها يحضروها ويرجعوها شي عجيب شن هي خطورتهم للأخوان المسلمين بعدها كل آخر خطورتهم في مسألة تاريخية وخطيرة وحتى هي كان لها دور في تخلف المنطقة لفترة طويلة هو دورهم في إعلاء الوهابية نجحوا في تحويل الوهابية اللي كانت مذهب بسيط ومحلي خلوا الوهابية مذهب عالمي وحركي وخطير ودولي رهم الوهابين كانوا مجموعة بسيطة مجموعة بسيطة تحاول أنها تحول حياة السعوديين إلى جحيم جاءوا الأخوان المسلمين وارفعوا مستوى الحركة متاع الوهابية هذه وجعلوها من مذهب محلي إلى مذهب دولي أو عالمي يعني في كل التاريخ القديم والوسيط والحديث تشوف الأخوان المسلمين كيف قاعدين يشتغلوا على مسألة تجهيل المنطقة على كل حال باش ما نضولوش من أمس ومن أول أمس من أول ما أعلن حزب العدالة والبناء حرب على ليبيا موقفتش بيانات المكونات الاجتماعية الليبية والقبائل وخلونا نشوف ردود الأفعال هنا لدخل ليبيا إضافة للمظاهرات لي في بنغازو وفي درنو وفي كم مدينة وفي كم قرية ليبيا ردود أفعال سريعة متوالية متتالية من أغلب المكونات الاجتماعية الليبية بخصوص إعلان حزب أردوغان الحرب على ليبيا ومناصرة تحالف الوفاق اللي يضم الأخوة الأعداء الآن بيانات لمدريات أمن ولأعيان ولشخصيات اجتماعية مختلفة بالخصوص خلونا نشوف الآن نشوف مع بعضنا تقرير لأعدى الزملاء في غرفة الأخبار تقرير يلخص موقف جزء كبير من المكونات الاجتماعية الليبية تجاه إعلان حزب العدالة والتنمية الإخواني غزو ليبيا والتدخل العسكري في ليبيا منذ لحظة تصويت البرلمان التركي على قرار التدخل العسكري في ليبيا بدأت بيانات الشجب والتنديد والرفض تصدر من قبل مكونات ومدن وقبائل قبائل المنفة، القطعان، أولاد سليمان، العواجير، قبائل مصراتة في المنطقة الشرقية الصعان، قبائل سوق الخميس، العبيدات، أعيان وادي الشاطي، قبائل ورشفانة، أعيان غات، أعيان الفوتير مجالس ورفلة الاجتماعية غربا جنوبا وشرقا أعيان الطوارق، نقابة الأشراف، أعيان العجلات، الجوازي، الحسونة وغيرهم الكثير من النشطاء والسياسيين والمهتمين بالشأن العام طيف واسع أعلن رفضه لتصويت البرلمان التركي على خلاف شريحة سياسية اختارت أن تكون إلى جانب مصلحتها الضيقة وأن تغلبها على حساب شركائهم في الوطن وعلى حساب جذورهم وأصالتهم وجيرانهم هذا الطيف السياسي بلغ به الحنق والضيق الفترة الماضية مبلغه فصار يرى التدخل العسكرية التركي نصرة للدولة المدنية التي منح لنفسه الحق باحتكار خطابها وتكوين أسسها في ليبيا ما بعد فبراير ونعت كل شخص رافض لهم ولأفكارهم بأنه من دعاة عسكرة الدولة وهذا ما يمكن اعتباره غرقا في الضلال شخصية كثيرة عدت التصويت نصرا من السوحل المعاقب وابنه إلى بشاغ مهندس فجر ليبيا إلى المفت المعزول إلى المشر والعمار والبقية تأتي كلهم باركوا التدخل العسكرية وتنفسوا الصعداء وكأن النصر بات حليفا لهم علما بأن المسلسل الليبي الطويل لم يصل بعد حلقته الأخيرة شفنا إذن التقرير اللي يلخص موقف المكونات والتركيبات الاجتماعية من التدخل العسكري التركي طبعا عدد لنا نصطوانة العثمانيين والحضارة والقصة شن هما العثمانيين؟ بل كي جماعة ضمي والإسلام السياسي مجرش في التاريخ أو يعتقدوا أننا نحن مجرش في التاريخ شن هما العثمانيين؟ عبارة عن قبائل قبائل رعاوية تركية ما عندهاش حضارة كانت عايشة في شمال غرب الصين زيها زيها القبائل اللي هي تتنقل من مكان إلى مكان وتصادمت مع الكثير من التجمعات الحضارية في المنطقة هذه لعندما استقر بها الحال والمقام نتكلموا على تحديدا منتصر في قرن الثاني عشر وين استقر بها المقام؟ القبائل العثمانية هذه في منطقة آسيا الصغرى وبعدين عد القصة اللي يرفعها الجميع جون المنطقة العربية ودمروها ووقفوا فيها الزمن مؤقت الزمن ووقفوها الأتراك في المنطقة العربية لمدة أربعمائة سنة أربع قرون تقدر تلخصها بثلاث كلمات علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية أو بالمنطقة العربية تلخصها في ثلاث كلمات مال وسيادة وسيطرة نفس الاتفاقية اللي وقعها فايز السراج بالزبط مع أردوغان تلخص في الثلاثة الأشياء هذه مال وسيادة وسيطرة فرضت الدولة العثمانية على بلادنا على المنطقة العربية عزلة كاملة لأكثر من أربعمائة قرن أربعمائة سنة أربع قرون آسف الحملة الفرنسية حتى لما جاء الاستعمار الفرنسي اللي جاءت لمصر وبعدين للشام نتكلم عن نهاية القرن الثامن عشر كانت زي الصدمة الحضرية بالنسبة للفعوب المنطقة استفاقت خلالها على واقع التخلف والجهل اللي قاعدين عايشين فيه في فترة الخلافة العثمانية اللي عندما انتهيت في الثلاثة وعشرين طبعا هذا مش معناه ان الاستعمار الفرنسي هو شيء نزيك او جميل الاستعمار هو استعمار وهو يسبب في تخلف المنطقة جاء حسن البنة لما انهارت في الثلاثة وعشرين انهارت الخلافة العثمانية جاء جماعة الاخوان المسلمين بعد الغاء الخلافة العثمانية نتيجة احساسم ان تاريخ الاسلام قاعد في خطر لما انهارت الخلافة العثمانية هذه تلقاها دائما في خطاب وفي افكار وفي المطالقات الفكرية متاع الاخوان المسلمين ما شوى مشروعهم خالد المشيري وجماعة الاسلام السياسية والصد substantive غرياني والمجموعه هذه وحزب العدالة والتنمية الموجود في تركيا مشروعا قائم على الشعارين فقط الإسلام هو الحل والإسلام في خطر الإسلام في خطر والإسلام هو الحل إذن ما فيش مشروع هذا هو اللي عايشين عليه خطاب الضحية اللي يشتغلوا بيها 24 ساعة وقصة الإسلام في خطر والإسلام هو الحل قصة الأسلمة الأسلم عندهم يبقوا أسلموا كل شيء طوى مجتمعات مسلمة اشتبي منها يأسلموا يبدوا بالدستير يبدوا يأسلموا في الدستير ويأسلموا في الدنيا حتى رسوم التحرك يجدوا يأسلموا فيها ناس عايشين في وهم ديني غريب عجيب تول أخوان المسلمين يقول لك الليبيين يقولوا والله أنت الآن تبالغ العثمانيين في ليبيا كانت أمورهم عشرة على عشرة طبعا نتخليك من الحقائق التاريخية اللي نحكو فيها وقلنا ما قلناش منها شيء تعالوا شوف يا سيد التاريخ اللي كتبتها الأقلام الليبية خلونا نمشوا لمفتي ليبيا الأسبق مفتي ليبيا الأسبق الشيخ الطاهر الزاوي الله يرحم واشين يقول يقول عن العثمانيين يتكلم عليهم ويقول عليهم في جملة جميلة جدا وتلخص في كل شيء موجود في معجم البلدان الليبية تلقاح موجود حتى على الانترنت نسخة إليكترونية أو بديف ايش يقول الطاهر الزاوي عن تاريخ العثمانيين في طرابلس تحديدا راه يتكلم عن طرابلس عن العاصمة طرابلس وين في طرابلس شن يقول ومن هنا ابتدأ العهد التركي الشيخ الطاهر الزاوي شوفها شن يقول عن العثمانيين في طرابلس ابتدأ العهد التركي وكان عهدا أسود وكان عهدا أسود استمر ثلاثمية وستين سنة عانت طرابلس فيها من الفقر والجهل والذل والفوضى فوق ما يتصوره لأي إنسان حطى راه الكلام للطاهر الزاوي معجم البلدان الليبية شوف المؤرخ شن يقول مفتي ليبيا الأسبق من جديد للي التحقوا بنا الآن الطاهر الزاوي شن يقول من هنا ابتدأ العهد التركي وكان عهدا أسود استمر ثلاثمية وستين سنة عانت طرابلس من الفقر والجهل والذل والفوضى فوق ما يتصوره إنسان فيه كلام بعد هالكلام ما فيش كلام على سيرة العبقرية الأردوغانية والنهضة اللي صدعون بها روسنا الإخوان المسلمين وقصة هذه وأنه هو المعجزة الأردوغانية التاريخ العثماني والله لما جيت شوفها الآن قبسات وإضاءات من التاريخ العثماني عندهم إنجازين كل فيه إنجازين اختراع متاع الخوازيق وأسليب التعذيب بس عندهم عبقرية فقط في تطوير وسائل التعذيب والإجرام والإرهاب والقتل الإنجاز الآخر أو الإنجاز الرهيب لأجداد أردوغان هو إبادة ثلثي الأمة الأرمانية بداية القرن العشرين أكبر جريمة إبادة جماعية في التاريخ البشري بالكامل من أول مجول البشر على الكرة الأرضية أكبر إبادة جماعية الأرمن هضمهم الإسلاميين هضمهم الأخوان المسلمين اللي موجودين الآن ورثة جهل وإجرام وإرهاب ورثة الإرهاب العثماني في ليبيا داروا نفس القصة في 2013 نفس مدروا العثمانيين وتخندقوا مع المجموعات الإرهابية بالمناسبة لو لا إبادة العثمانيين الأرمن راهوا كان اليوم ضمن حدود ما تسمى دولة تركيا الآن 19 مليون أرمن بدل من 40 ولا 60 ألف اللي مقاعدين موجودين حاليا الآن تاريخ كلها دموي المشكلة أن جماعاتنا هم اللي وجوه هم صحة يطلع المشري ويقول لك خليفة حفتر ديكتاتور وقدوة الإخواني أردوغان له 16 سنة في الحكم وبالمناسبة أردوغان حقيقة 16 سنة أخرى لعنده 2034 حبس نص تركيا ويحبس في الصحفيين ورافع قضية في 6000 شخصية 6000 شخصية رافع فيهم قضية بتهمة الإساءة للرئيس وتم الحكم في أكثر من 2000 قضية شوف الوهم وشوف الجنون وشوف الشخصية الدكتاتورية اللي عايش فيها أردوغان الآن اللي هو متفنن في الكذب والخداع وانقلب على كل الأشياء اللي وصلاتها للسلطة بما فيهن قصة النهضة التركية والنهضة الاقتصادية هي لا علاقة بي يعني أسأل أي اقتصادي بلاش ما تسألش أي اقتصادي عدي وقوقل الموضوع النهضة الاقتصادية لا علاقة بالأزمة الاقتصادية اللي صارت في 2008 وتدفق الأموال الساخنة لتركيا ولما جاء أردوغان وطبع مع إسرائيل وجاب اليهود وأقنع اليهود أنه هو حيدير الصيغة التصالحية بين الإسلام واليهودية وفعلا صدقوه اليهود جابوا له مستثمرين والأوروبيين حتى هم جاهم وقالهم يا أوروبيين نحن خلاص معاش فيه انقلابات عسكرية وأنا هو النموذج اللي يقدر يرفع تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي ونخش معاكم وتتطور ديمقراطيتنا وحقوق الإنسان وقاعد يكسب على الأوروبيين وصدقوه وجابوا له مستثمرين ودخلت في تركيا الاستثمارات وصارت هي النهضة إضافة لأن تركيا عاشت واعتاشت على أزمة دول المنطقة إيران والعراق إلى آخره أي النهضة؟ آه وكلنا قال بلاء وكلنا ماشي في استنداه يا تركيا الآن عد يشوف وضع الليرة وعد يشوف الأمر كيف ماشي الناس والأخوان المسلمين يحكونا على العبقرية الأردوغانية 14 ساعة أو يحكونا على الديمقراطية ما وقع الديكتاتور يحبس في الناس كلا يحكي عليها حبسة التدخل العسكري في ليبيا فعلا الناس معاش تحشم على الوجه باختصار شديد الناس ظهم يفقدوا كل ملمح وأي ملمح من ملامح الخجل تحالف أو أقطاب السياسية اللي تقود في تحالف الوفاق الكلام هذا كنا يجب أننا نقولوه اليوم عشان تجد الأمور واضحة تجد الأمور واضحة ما فيش أوضح من أن أغلبية من الإخوان المسلمين صوتت بالأغلبية حزب العدالة والتنمية الإخواني على غزو بلد اسم ليبيا والشكر للأحزاب المعارضة اللي موقفها كان أفضل من مواقف الأجسام السياسية في ليبيا أفضل من موقف ما يسمى البرلمان اللي بيدير جلسة يوم السبت جلسة يوم السبت خليها حتى بعد شهر يا سيدي يعني شوف شوف الرواق ناس رائقة جمعة البرلمان اجتمعوا كلهم لاتراك وجمعة البرلمان يوم السبت ايش وراهم ناس رائقة أنا أعضاء مجلس نواب ما نشوفش فيهم في جلساتنا نشوف فيهم بس في مكاتب عبدالله الثني في الصفحة الرسمية الحكومة المؤقتة التقى النائب عن مش عارف من بدولة رئيس الوزراء ومعالي وفخامة مش عارف من في الحكومة المؤقتة وناقش ومش عارف شين الكلام الفاضي ناقش ومش عارف مختنقات ولا مش عارف من عيب ايش تبي بعد لاتراك جيه إنك وتبي تدير جلسة يوم السبت ومتورطين في فساد مالي يريتم غير فشلين سياسيا ولما تحكي ولا تعرض تقرير لقابة الإدارية يركبوا فيك كلهم يقول لك أنت هذا النواب مجلس النواب مش عارف من الحكومة المؤقتة مسكينة قاعدة تدير وقاعدة تقترض باهل لبنك المركزي قاعد غادي حتى هو قاعد تحت الميليشيات ويسرقوا فيه حيكون نفس المصير الفساد المالي ما نحنا نقوله فيها تفرق من السياسة وحدم الفساد فإيا هي لو كان المصرف مركزي موجود عند عبدالله الثاني كان كله فساد وإهدار للأموال لأننا ما شفناش أي نتيجة هي هي المصرف المركزي قاعد في طراب تستطيع عليه الميليشيات وتساوم وتبتز في الدولة وتاخذ في الاعتمادات والصديق الكبير فتح أبواب المصرف المركزي للميليشيات ولو يجي المصرف المركزي مش هيحقه منه شي حيمشي كله في حب الله حيمشي من الملايين ومليارات على الفساد المالي وعلى زيارات النواب مش عارف وين ومش عارف وين إذن في ظرف دولي إقليمي حنتكلموا عليه حنتكلموا عليه طبعا الحلقة الجاية لأنه يبدو أنه معاش عندنا وقت واجد انتكلموا بعدين أو الحلقة الجاية على مسألة الظرف في الإقليم الدولي لابد أنه في تعقيدات الأمور طبعا مش بهذه البساطة بيتخيلش حد أن أردوغان يبيدير حاملات وصفن يحط فيها قوات ويمشي إلى ليبيا هذا مش هيصير الأمور ليست بهذه البساطة خصوصا أنه أردوغان ليذكر الجميع وسوريا طبعا اللي عندها حدود جغرافية وسياسية مع تركيا له ثمان سنوات يعد فيه منه هو يدزلهم قوات لمساندة الشعب السوري قاعد يدزلهم في تركمان أتراك وتركمان سوريين وجهاديين سوريين وقاعد يدير فيه أمور تازقة من هنا ومن هنا إلى آخره الأمور مش بهذه البساطة الأمور مش بهذه بصدقة في تعقيدات وفي ضرب دولي إقليمي وفي حراك أوروبي الآن رغم الانقسام اللي داخل الأسرة الأوروبية ولكن فيه شغل مكثف وفيه اتصالات دبلوماسية مكثفة أتكلم على دول تشوف في دخول أو في وجود أتراك وعساكر أتراك في ليبيا تشوف فيه خطر داهم وخطر حقيقي والأوروبيين الأسبوع اللي فات كان فيه اجتماع لوزارة خارجية سابقين ودبلوماسيين أوروبيين قاعدين يديروا في مراجعات للموقف الأوروبي تجاه تركيا قاعدين يقول والله يبدو أننا نحن أخطأنا أن سياسة الحمائم هذه مع تركيا اللي اتبعناها في خلال 10 و 15 سنة كانت فاشلة شفنا كيف أوردوغان وأوردوغان اللي قاعدة سياسة قائمة على عنصرين على التنمر والمساومة والابتزاز يبتز هنا ويتنمر هنا يتنمر هنا ويبتز هنا ويبدأ يجسر ردود الأفعال هذه هي سياسة واحد من وزراء دفاع دول شرق المتوسط نسميه يقول هذا هو البطج بتاع المنطقة على كل حال سنتناقش في التفاصيل هذه إياها في حرقات جاية ومعاش في وقت ما فيش إلا أني نوجهه لكم كامل الشكر المشاهدين الكرام تحياتي أنا خليل حاسي وأيضا تحيات فريق عام البرنامج لبلاد نتمنى لكم أمسية طيبة ترجمة نانسي قنقر